أعرب أولياء تلميذ بمدرسة المجاهدة لبختاش بدوار ولاد باسا في بلدية تشتزقاغة عن تخوفهم من انهيار الصور الشرقي للمدرسة وحدوث ما لا يحمد عقباه إضافة إلى ظهور تشققات في الأقسام ناهيك عن اهتراء الطريق المؤدي إلى المدرسة قناة الشرق نحن هنا مضاء ابتدائي التعليب اختاشره مهدد للانهيار تماما الجهة الشمالية للابتدائية منهار تماما جدار راح يريب على الأقسام لو كان يقدر ربي يريب هذا الجدار هذا راح تكون كارثة هنا في المنطقة هذه وأقسام مختظة لكن سكموا لكم مطريق ما سكموا لنشط ريكتا على المدرسة زاد التشققات الداخل المدرسة ما تكلموش عليها راهي على بلك في أي لحظة تنهار جموجي المنشاءة العومية اللي ويتعين دفلها بنفسه قلنا نتحكم وفي أقرب الآجال نسوه الوضعية ولي حد الآن لا جديد يذكر والحيوط راح يشققوا والطريق راح هيك يطيحشتها يتولي واد التلاميذ ما يقدروا شيئا هفطوا منها وما ممكن بزاف ظروف ما يسمحوش تذراري باش يقراو أهنا دي جاء الماء راح يجيب لهم الأساس يجيب لهم بجاري كثم السبالة هذه الصور على بعد أمطار فقط من مطعم المدرسة الإبتدائية على قضية القمامة هذه والأبوبال حشاك جاي جاي أحذى المطعم إطعام التعذراري الصغار حنا نطلبهم البلدية ولا من السلطات واش يديروا يجي وسيدها الأقل اللي حطوها في بلاسا يجي كل غيوم كام يوير فدها رئيس البلدية أكد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كان جدار إسناد هو اللي راح ميل على المؤسسة كان فيه ميلان ولكن خرجنا كذلك مع صيد رئيس الضائرة ومع رئيس القسم الفرعي وراح تكون إجراءات أكيد راح تكون فيها إجراءات وفي انتظار تدخل مستعجل بسبب وضعية الصورة المهدد بالانهيارة تبقى حياة التلاميذ معرضة للخطر في أي لحظة